لا دا أقول لك يعني هم الحرامية حتى الشرع يتلاعبون به يعني أنا راح أحتيفت قصة يعني معروفة سهاي صحيحة لو مو صحيحة أحد الزملاء يعني في هذا يوم جندا سئلة على الفساد يعني هو كان نائب معروف في وقته وأني أعتذر إذا كلامي مقدما يعني يكون يزعج بعض الأطراف بس هذا اللي سمعته وراح أتكلم به حدثت على الفساد يعني قلت لهم أنه أنتو الطبقة الشيعية المكون الأكبر يعني لازم أنتو يعني ينبع منكم المحاربة الفساد والصيدر لأن دولة أنتو الجزء الأكبر منها فأجاني فجواب قال لي ترى مو كلهم يفكرون مني أكو قسم عند تفكير أن دولة العدالة راح يأسسها الإمام المهدي وهاي مو دولة العدالة فيصير يبوقون منها يعني أنا صدمت يعني قلت يعني هسا الإمام المهدي يرضى أن تدبوقون يعني هذا الله اللي سوى هذا الشيء كله يرضى أكو مكان بالقرآن يقول بوقوا فيعني كل حرامي أنا ما رد عنهم هاي البكرة يا أستاذ أليكس لأنه هذه وجهة نظر إلى آخر اسمح لي اسمح لي هذه وجهة نظر قد تكون لإنسان جاهل هو ما يقدر يدير نفسه وبالتالي هو يبحث يبحث عن ظل يستنجد به على فساده هذا جاهل اللي حتالك هذا الشكل طبعا جاهل لا عدت شنو فهنا أنا دا أقول الحرامية كل واحد يمسوي له شغلة أو فتشي وقاعد يشتغل مقنع نفسه ويشتغل بها وهي واحدة من القصص اللي سامحها وغير القصص هم سامعين كثيرا من السياسين كل واحد يريد يحلل الطريقة اللي يبوق منها طبعا هذا الكلام هذا أتكلم هذا طبعا لا يعبر عن وجهة نظر الشيعية يعبر عن وجهة نظر الحرامية اللي يريد يقنع نفسه أنه حتى السرقة يما حلال يعني أنت لما تسمع شتم هاوس البريطاني يطلع يقول 800 مليار دولار 800 مليار دولار بس مهربة من 2010 ونهاية 14 يعني لمدة 8 سنين هاي شون طلعوها الفلوس شون البنوك حولتها من وراها شنو هالسيستم يعني هسا أنت لما يجيني ألف دولار تجي الحكومة تسألني منين لك هاي الألف زين ذولا مئات المليارات مهربين الفلوس منو بدي يسهلها يعني يا سيد هلكس أنت اشتغلت فيه الولد وتدري بيهم وكان كل انطاقات يمك وتدري بيهم هسا أنت مو فيه محل تساول شلون يبقون وشلون يحطون اليوم العامن الوطني نشر فيديو لواحد شلون حد قاصات حديدية ولما طبوا لقوا 14 مليون دولار رئيس فرع بالتقاعد لقوا ببيته 30 مليون دولار مدير عام بالوكالة لقوا ببيته 10 مليون على مرأة ومسمع ليش مستغرب انت؟ مو مستغرب شون تطلع يعني هذا النظام المالي العالمي كل دولار يفتر ليش استقبلتها بريطانيا وشون استقبلتها أمريكا ولماذا سمحت بها دبي؟ إذن مشروع خارجي؟ طبعا طبعا يعني لو ما كان يكون مشروع خارجي لتسهيل تهريب العملة من العراق ما كان صار هذا الفساد لأن الفاسد قاعد يشتغل يطلع فلوسه للخارج يسوي بالعراق بالعراق عنده راتبة وامتيازاته والنسوان وهالنسوالف فأني هذا اللي دا أحكي عليه